هناك نختص محلي بالإشارة إليها وباعتقادي أنها ربما تمثل مفتاحاً أساسياً وهو الاتفاق مع الجانب الروسي ووضع ما يشبه الحصار على لبنان لمنع دخول الأسلحة المهربة من سوريا عبر الحرس الثوري حقيقة هناك نقاش وحوار يتم الآن ما بين إسرائيل كما تتحدث المصادر الإعلامية ما بين إسرائيل وروسيا لتلتيب هذه المسألة وأن هناك عمليات سوف تستمر حتى لو حدث اتفاق في لبنان سوف تستمر خصوصاً في الأراضي السورية لضرب أي قوافل تجارية أو قوافل عسكرية عفواً وأي طرق إمداد للسلاح يمكن أن تصل إلى حزب الله كم يؤثر ذلك بتقديرك إذا ما حق هذا الاتفاق وتم على علاقة موسكو بطهران كونهما حليفين ربما معروفين دكتور أولاً لا أعتقد بأن الحديث عن العلاقة الإيرانية الروسية هي علاقة تحالف نعم هناك علاقة تفاهم هناك تعاون على أكثر من صعيد هناك تعاون في ملفات معينة ولكن الحقيقة في كل السنوات الماضية على الأقل خلال السبع سنوات الماضية ومع كل الضربات التي تعرضت لها القواعد الإيرانية والشخصيات الإيرانية الموجودة في سوريا كان على الأقل هناك إختار إسرائيل للجانب الروسي وروسيا لم تفعل الكثير لحماية تلك المواقع والشخصيات الموجودة داخل سوريا خصوصاً أن روسيا يفترض أنها تمتلك قوة جوية ضاربة موجودة في سوريا ويفترض أنها تمتلك دفاعات جوية ولكن العلاقة الروسية الإيرانية تقف عند حدود معينة خصوصاً فيما يتعلق بالملف السوري وخصوصاً أيضاً فيما يتعلق بالصراع ما بين إيران وإسرائيل لذلك لا أعتقد أن هناك تأثيرات مباشرة لأن هناك تفهم إلى حد ما من قبل الجانب الإيراني لطبيعة العلاقة الروسية الإسرائيلية وبالتالي باعتقادي نعم يمكن أن تعمد موسكو إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الجانب الإسرائيلي لكن هذه لن تكون كافية ووافية بالنسبة للوجود الإيراني في سوريا الذي سوف يبقى مستهدفاً من قبل الجانب الإسرائيلي وباعتقادي أن ما رأيناه على امتداد الشهور الماضية حيث ازدادت الهجمات الإسرائيلية سوف يستمر خلال الفترة القادمة بل ربما يتكذف أكثر وأكثر في حال وجود اتفاق ما بين لبنان وإسرائيل